طلابي العزاء أسعد الله أوقاتكم اليوم حنتكلم عن الشخصية وأنا بعتبر هذه هي المحاضرة الأخيرة وإن شاء الله بيكون نسك الختام الشخصية لاحظوا العبارات اللي أنا بحكيها هي المطلوب اللي بتكلم فيها هي اللي أنتوا لازم تتابعوها الشخصية والانفعالات والعواطف يظهر الشخص ناميا متطورا من جهة ويظهر من جهة أخرى ثابتا نوعا من الثبات في مواقفه واتجاهاته يبدو متفردا متبيزا عن غير من جهة ومتشابها غير من جهة أخرى هو كل موحد أو وحدة متكابلة يعني لاحظوا كثير أنا بنت أختار لكم الأشياء المهمة وهي اللي أنتوا لازم تتابعوها خلينا نحكي عن مفهوم الشخصية من حيث المعنى اللغوي للكلمة الشخص في اللغة العرمية هو السواد الإنسان وغيره يظهر من بعد يعني هذا الإنسان المبعيد شخص يعني أقول لك أنا رأيته شخص شخص معناه أنه مش واضح المعالم يظهر من بعد وقد يراد به الذات المخصوصة وتشاخص القوم أن يختلفوا وتفاوتوا أما الشخصية فكلمة حديثة الاستعمال لا يجد الباحث في أمهات معاجم اللغة العربية فإذا وجدت في بعض الحديث منها فهي تعني صفات تميز الشخص من غيره شخصية وكان استعمالها قائما على معنى الشخص أو على معنى كل ما في الفرد معا يؤلف شخصه الظاهر في اللغة الإنجليزية والفرنسية في كلمة الشخصية يسموها بيرسوناليتي بيرسوناليت وهي مشتقة بالأصل اللاتيني بيرسونال وبرسونال تعني قناع يعني كل واحد فينا يحمي القناع الذي يلبسه الممثل في العصول القديمة حين كان يقوم بتمثيل دور معين وقد أصبحت الكلمة على هذا الأساس تدل على المظهر الذي يظهر فيه الشخص وبهذا المعنى تكون الشخصية اللي هي يظهر عليه الشخص في الوظائف المختلفة التي يقوم بها أما في العلوم نجد مفهوم الشخصية في اللسان العربي لا يبتعد كثيرا عن الاصطلاح العادي أما في الحقل اللي هو الفرنسي فإنه يلاحظ أن المعنى الإيتامولوجي للكلمة يرتبط بكلمة بيرسوناليتي سيما قلنا باللاتينية وهي تعني القناع الذي يلبسه الممثل الآن خلينا نتكلم عن مفهوم الشخصية يتحدد في ثلاث منظورات أساسية منظومة الشخص يعني بقولك فلان شخصية ويقصد به السمات المميزة للإنسان كعضوية بولوجية وكينونية مسؤولية أخلاقية وقانونية واجتماعية المنظومة السيكولوجية ويقصد بها النظر إلى الإنسان كحياة نفسية سيكولوجي نفسيا تنمو وتتغير بناء على معطيات ذاتية وموضعية ذاتية يعني خاصة موضعية يعني لا نستطيع أن نؤثر فيها يعني غير يعني ليست لنا إرادة عليها وما يترتب عن متراكمة تجارب وخبرات تنعكس في أسولوكيات الإنسان وحياة الفردية الآن في شيء بنسمي المنظومة السيسيو ثقافية يعني جاية من المجتمع والثقافة ويقصد به النظر إلى الفرد في تفاعله ومحيط الاجتماع على المؤسسات والأليات والأنشطة الاجتماعية إن هذا التنوع والاختلاف في تحديد المعنى الدلالي لمفهوم الشخصية يؤكد الطبيعة الإشكالية لحقيقة الشخصية وهل يعني هل الشخصية نظام خارجي أو مفهوم مجرد هل الشخصية بناء سيكولوجي ومحض أم أنها حتمية سوسيو ثقافية هل الشخصية نتاج حتمي يعني اختلف العلماء في كثير من التعريفات وصلوا إلى أربعين تعريف وفي النهاية حددها العلماء بأنها مجموعة الصفات لاحظوا الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية التي تظهر في العلاقات الاجتماعية للفرد بعينه وتميز عن غيره وهي مجموعة الصفات الجسدية والنفسية موروثة ومكتسبة والعدات والتقاليد والقيم والعواطف متفاعلة كما يراها الآخرون من خلال التعامل في الحياة الاجتماعية كذلك في تعريف آخرية التنظيم النفسي للإنسان المحدد والفرد الذي يتطمن مجموعة يعني خلينا نحكي عن التعريفين الأوليين المهمات اللي هي مجموعة الصفات الجسمية والعقلية والموروثة أو المكتسبة من إيش بتتكون الشخصية الشخصية بتتكون من مزيج من النوافع الموتيفيشن العادات الميول العقل العواطف الأراء والعقائد والأفكار والاستعدادات أنت شخصيتك كفرد القدرات والمشاعر والحسيس والسمات إلى آخرين هذه المكونات جميعها أو أغلبها يمتزج ليكون شخصية الإنسان الطبيعية لذلك يقال أن الأصل في الشخصية أن تكون طبيعية ولكن عندما يحدث خلل في أحد أو بعض هذه المكونات يصبح ما يعرف باضطراب الشخصية لينجو لنا طيفا أو لينتج عفوا لنا طيفا واسعا من الأنماط البشرية التي نراها ربما يوميا ويصعب علينا إيجاد تفسير لبعض التصرف يعني البشر مختلفين في شخصياتهم وعلى فكرة صعب أنك تلاقي شخصية كربونية طبق الأصل من الأخرى السمات والقصاص والشخصية تختلف الإنسان لبعضهم البعض الآن الشخصية لها عناصر جانب جسدي بدني طويل قصير ناصح ضعيف جانب خلقي الجانب النفسي مريض نفسي مش مريض الجانب البيئة والاجتماعي الثقافي النواحي الجسدية مما لا يشك فيه أن النواحي الجسمية تؤثر في الحالة النفسية وبالخص في الأحياء الإنفعالية والمزاجية والتي تعتبد على أساسها التركيب الكيميائي والدبوية من أهم النواحي الجسمية التي يظهر لها أثر واضح في تكوين الشخصية هي بنية الجسم حيث النبو والنضج حالة الجهاز العصبي حالة الغدوض الصماء الملاء الحركية والعاهات والأمراض النفسية الجانب النفسي له عدة محاور هي العقلية والمزاجية العقلية وتنقسم إلى عمليات والقدرات العقلية فالعمليات العقلية هي كل ما يتصل بالإحساس والإدراك والتصور والتخير والقدرة على التفكير هذه ما نسميها العمليات العقلية لو جانب الامتحان العمليات العقلية هي كل ما يتصل بإحساس والإدراك والتصور والتخير والقدرة على التفكير والتعلم أي كل العمليات التي يقوم بها العقل لتكويل الخبرات المعرفية النواحي المزاجية الانفعالية ويقصد بالنواحي المزاجية الاستعدادات الثابتة نسبية والمبنية على مدى الشخص من الطاقة الانفعالية مثل الحالات الوجدانية الحب والكره والطباع والمشاعر والانفعالات من حيث سرعة استثارتها قوتها ضعفها والدوافع الغرزية تعبر أو تعتبر هي أبرز نواحي الشخصية ويعتقد بعض علماء النفس أن الشخصية ما هي إلا نواحي مزاجية فقط النواحي الخلقية ويقصد بها العادات والميول وسليم السلوك والتنشئة المكتسبة صفات الخلقية وغيرها النواحي البيئة يقصد بالبيئة جميع العوامل الخارجية التي تؤثر في الشخص من بدء نموه سواء كان ذلك متصلا بعاول طبعية واجتماعية مثل العادات والتعلم والنظم التربوية والظروف الأسرية والمدرسية ويمكن تلخيصها في أربعة عوامل هي الحالة اقتصادية للأسرة وجود الأباء ومدى علاقتهم بالأبناء الحياة المدرسية والعلاقة بالمدرسين ومدى المتابعة المنزل وهكذا الاهتمام بالشخصية نقول بسبب الواقع العالم الصعب والمرير حيث بات الإنسان يعيش غريبا معزولا عن أماق ذاته ويحيى مقورا من أجل الوسط المادة الذي يعيش فيه إن خلاص الإنساني الأكبر لن يكون إلا بالنموه الروحي والعقلي للإنسان يعني عشان هيك لازم نهتم بالشخصية وتحسين ذاته وإدارته على أفضل وجه إن تنمية الشخصية لا يحتاج إلى مال ولا إمكانيات ولا فكر معقد وعندما الحاجة تكمن في الإرادة الصلبة والعزيمة القوية تعلمنا تجارب الأمم السابقة إن أفضل طريق لمواجهة الخارج وضغوط الصعبة هي تدعيم الداخل وأصلاح الذات وأكتساب عداد جديدة ثم يأتي بعد ذلك نصر والتمكين السمات الشخصية أول ما يميز الشخصية أن الإنسان يشعر دائما بها وتتضمن عدة سمات تميزة عن غيرها سواء داخلية أو خارجية الصفات يعني الشخصية ليست مجرد سمة واحدة بل بارزة بل تنظيم نفسي بعوامل إدراكية إنفعالية وسلوكية تمتاز بالديمومة النسبية فهي تستمر مع الإنسان مع الزمن وعدم الثبات يؤدي إلى اضطرابات شخصية السمات الرئيسية والبارزة التي نتعرف بها على الشخصية ونوعيتها إنما هي السلوك بمختلف أنواعه وأنواطه طيب هل الشخصيات نوع واحد؟ نقول لا لكن هناك تقارب كبير بين الناس في الخصائص الأساسية في شخصياتهم هذا الأمر أدى إلى توفير مشقة على إيجاد تصنفات لاحظوا أنه هناك أنواع مختلفة من الشخصيات ولكن لا يمكن أن تكون هناك شخصية واحدة متطابقة أنواعها أنواع الشخصية الشخصية الطبيعية وهي التي يجب أن صاحبها في نفسه معدلا متوازنا من الصفات التي يقبلها المجتمع يعني شخصيته عادية كويس يعني الشخصية الانطوائية وهي التي تبين إلى تحاشي الاتصال بالمجتمع يعني واحد ينعزل ويظلوا قاعد في البيت ويمشي لحاله الشخصية الانسحابية وهي التي تنسحب المشاركة في المواقف الاجتماعية يعني واحد مشاركش في المناسبات ويريح دماؤه الشخصية الكئيمة يمين صاحبها للعزلة والتشاعب ولا يجد في حاضر الحياة متعة كئيم دائما الشخصية المتقلبة وصاحب المتقلب المزاج في الشعور والعاطفة لا يستقل على صورة ثابتة لا يزال يقول هو يعطيك قبلة وقبلة في نفس الوقت مزاج متقلب الشخصية القلقة في ناس قلق عندهم عصاب خوف توتر دائم اش مرتاح توقع الخطر من مصدر غير واضح هي قلقة شخصية في ناس كتير الشخصية الانزامية تصف صاحبها بالدقة نظام صارم ميري والالتزام وهو في حالة تحفز دائما ويحسب لكل شيء حسابه الشخصية التسلطية ويتسم بالعناد في الرأي عنيد ويهتم بالتفاصيل ولديه قدر من التسلط الفكري والعمل الإلزامي في عنا شخصية شكاكة ويتسعى إلى التحري وعدم التأمود ووسوس يعني متشكك في كل شيء والتشكك فيما يدور حوله الشخصية الانفعالية وهي سريعة التأثر الانفعالي الظاهري مما يؤدي إلى زيادة الحركة والعنف الكلامي يعني فيه ناس سبحان الله بتلاقي منفعال دائما بتحرك بروح بيجي بتحرك الشخصية العاطفية تتعامل مع الحياة بالعاطفة أكثر من العقل وصاحبها شديد الحساسية وهو مرهف الحسن يمكن الشخصية الطبيعية هي أهم الأنواع اللي الإنسان لازم يتأثر فيها يعني بهذه التصنيفات يعني هو الموضوع طويل وكبير ولكن نظرا لديق الوقت ونظرا للتعليم الافتراضي الذي حرمنا من التعلم الوجاهي ومعرفة بعضنا البعض نكتفي بهذا القدر من هذه المحاضرات أتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله وكل كلمة تحدثت بها في هذه المحاضرات مطلوبة في الامتحان ويريد تابعوها وتسمعوها جيدا وتركزوا عليها لأن ما تحدثت به هو الذي سيأتي في الامتحان النهائي شكرا لكم وأتمنى لكم مستقبلا مشرقا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته